السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم مصر رحمة العبد من قناة دروسة عالمية اونلاين ان شاء الله هنبدأ مع بعض فيديو مراجعة لمنهج الصف الثاني السنوي هنبدأ من امتحنات المعاصر وبعد كده امتحنات جمي بالتناوب لان احنا عاوزين نلم اكبر قدر من الافكار بتاع الامتحنات وطبعا زي ما احنا متعاودين كل سنة هنكمل بنفس الطريقة المعتادة في حال الامتحنات واللي احنا بنتميز بها كل سنة ان احنا بنقول معاني كلمات ونقول السبب بتاع الحل ونستشهد بسكرينات كرامر معمولة بطريقة الخرائط الزهنية طريقة احترافية اخدت منينا وقت كتير عشان نوفر عليكم وقت كتير يبقى انت بتحل وتراجح في نفس الوقت وكمان هنتعرف على اسهل طريقة نحل بيها سؤال الترجمة وسؤال المقال وكمان المصرحية بتاعتنا نلاقي في الوصف بتاع الفيديو ملفات بديفه دية وترجمة المصرحية كاملة ان شاء الله وكمان المقال بتاع النهاردة جاهز ومترجم كمان عشان اوفر عليك وقت خد منه افكار وكتب اسلوبك انت وكمان هتلاقي ملفات بديف عن مقدمات وخاتمات تصلح لاي موضوع مقال وكمان هتلاقي مذكرات خاصة بالترجمة مذكرات جميلة جدا وحاجات تانية كتير هتعجبكم ان شاء الله وننشر على جروب الواتس ااب او قناة الواتس ااب وروابط موجودة في الوصف اسفل فيديو لكن ما تنساش تعمل لايك للفيديو تشترك في القناة تفعل الجرس ويا سلام لو تشجعنا بدعو حلوة في تعليق يبقى قطر الف شيرة ناخد النهاردة محافظة اسكندرية ادارة وسط التعليمية نومر وان خلا بقى لك بنت عمي تكون ايه بيتقدر ترقص تغني وكمان بيتكلم اربع لغات ده كده تطبر ايه او الهيستوريكا التاريخية هستيل عدوانية هستيل او هستيل باورفول يعني قوية ولا التالنتد موهوبة طبعا ده موهوبة يبهينا الليه ترضي تمام نومر تو الفيلم ده يعني مثير بصورة كبيرة جدا جابلي هنا في الاخر السؤال المزايل افقرك تاني السؤال المزايل الهدف منه التأكيد على المعلومة اللي موجودة في الجملة الخبرية اللي ابنه السؤال المزايل معناها ليس كذلك السؤال المزايل بيكون من نقطتين فاعل مساعد وضمير فاعل يعود على الفاعل بتاع الجملة الخبرية الفاعل المساعد بيكون منفي في السؤال المزايل لو كانت الجملة مثبتة والعكس. تمام? نشوف هنا. هنا بقول is. فبالتالي هجيب ايه? هجيب isn't. وطبعا الضمير it. يبقى هنا isn't it? ليس كذلك? number three. young children are not very not and need a lot of help and support. اللي اطفال هم الصغيرين ليسوا جدا وبيحتاجهم يعني مساعدة كتير ودعم كتير. اذا هم ليسهم ليسوا independent مستقلين بحياتهم. يعني تم خداعه يعني مضمر. number four. the new hotel has lots of modern including a gym and the swimming pool. الفندق جديد. يعني في العديد من ايه حديث من ضمنها وبتشمل جيم بصالة الجيم. جيمانيزيوم. وكمان حمام السباحة. دي كلها اسمع ايه? اول species. يعني فصائل مثلا حياته والنباتته مثلا. لا طبعا. انما ايه? facilities. مرافق. تمام? objects. اشياء. innovators. مبداعين. ما ينفعوش. number five. the train not at six o'clock. so we had better go to the station now. هو هنا بيقول ان الكطار يعني بيغادر الساعة كام? الساعة ستة. تفاكرين? اشكال المستقبل. ده يعتبر معاد ثابت. وبدل عندي معاد ثابت. يبقى انا بجيب زمن المضرع البسيط. الفعل في اس او مصدر. هنجيب هنا leaves. يعني عند التعبير على المواعد ثابتة في المستقبل بنجيب مضرع بسيط. دائما تيجي مع القطارات وطائرات وكده. number six. my grandmother often puts fruit in jars. يعني تيتها غالبا بتضع الايه? الفكهة in jars في البرطونات. with lots of sugar معها سكر كتير تون قدم. هي عايزة ايه? هي عايزة تحفظها وتصنها. فبالتالي تبقى preserve تمام? يحفظ او يصول. وماليا مصدر كلمة reserve. لأ ده reserve دي معناها يحجز. لو prevent يمنع و serve يقدم خدمة. number seven. untaric was younger. لما طارic كان اصغر. he not that. he lived in a house by the sea. لما طارic كان اصغر من كده. هو كان دايما يعني بيتمنى ان هو كان يعيش في منزل بجوار البحر. يبا هنا في الماضي يبا he used to wish. كان معتاد ان يتمنى. number eight. come to my house at eight o'clock because I not my school project by then. كلا بقى من كلمة by then. قلت لك تعالي المنزل بتاع الساعة تمانية. ليه? لاني انا هكون ايه? يعني انتهيت من البحس المدرسة بتاع ومشاريع المدرسة بتاعي بحلول هذا الوقت. اللي هو في المستقبل يعني. ازا انت زمن ايه? هيبقى اخدناها في الوحدة التامنة زمن مستقبل تام. ورجعناها المرة اللي فاتت. هو ده المستقبل التام بيتكون من will. ها في تصريف تالت لو كان معلوم. ولو ما اقول اجيب مفعول. will have been تصريف تالتي بها هنا letter c. تمام? ودام ان يكون المستقبل التام بيتكلم على حدث هيتم او هيكون اكتمل في المستقبل بحلول وقت معين. number nine. doing enough physical exercise to getting fit. يعني القيام بتامريم بدانية كافية طبعا to getting fit بيعمل ايه? طبعا ليز تو يؤدي الى ان يبقى عندك لياقة. لكن cycle يركب دراجة. debates. يجادل او يناقش. creates. يعني يخلك او يبدأ مشان. number ten. if we want to keep natural balance in forest. لو احنا عايزين نحافظ على التوازن البيئي في الغابات. we need to protect. يجب احنا محتاجين نحافظ. in forestis على ايه? طبعا التنوع البيولوجي اللي هو biodiversity. هنحافظ على البيو ديفرسيتي فين في الغابات. طبعا conservation الحفاظ ما ينفعش اقول هي حافظ احمي الحفاظ ولا احمي تنوع البيولوجي. اللي هو الحفاظ نفسه يبقى احمي الحفاظ ازاي? انما احمي التحديات مش هتنفع. فبالتالي طرق ايه? number eleven. this book is brilliant. الكتاب ده رائع. it's not then the last book he wrote. ده كان ايه? الكتاب ده رائع يبقى ممكن اقول هو افضل من الاخر كتاب هو كتبه. احنا كتب نتكلم على عبارات المقارنة اخدناها في ونوت ناين. لما كنا بنتكلم على عبارات المقارنة وقلنا لو بقرن بين حاجتين ولقيت ما فيش اختلاف بجيب حاجة اسمها exactly the same as. لو لقيت اختلاف بسيط هجيب almost صفة as او slightly صفة مقارنة بأكد عليك صفة مقارنة than. لو في فرق كبير بقى هعمل ايه? هجيب far اجيب صفة مقارنة اجيب than. مثلا محمد ودنوط اللي تخصيني. محمد is far taller than his father. محمد ايه? اطول بكتير مما بقى. ازان فرق كبير. لعب كرة القدم. يعني اكتر اصارة بكتير منك تشاهد اللعب. تمام. نرجع للسؤال بتاعنا. بيقول لي هنا. كتاب ده رائع. هل بقى? هل الفرق بسيط? ده حتى كمان بيقول لي مش اه بتر. ازان ده غلط. طب طب طبعا تبقى طبعا تبقى تبقى رائع. يبقى احسن بكتير من اخر كتابه وقالفه. رامي طبعا ايه? انا عاوز هنا اظرف او حال عشان يحدد مقدار الصفة. احنا عايزين نحدد مقدار الاحترام اللي الناس بتحترمه لرامي لانا يعني بصورة كبيرة قوي. احنا دايما بنجيب ظروف بعض الانواع الظروف يعني لما نكون عايزين نحدد مقدار الصفة. نعمر ثلاثين. نقط نيوز is not confidential. يعني سري. يا ترى هنا الخبر. الخبر ده اصلا كلمة نيوز اصلا تعامل مع مثل المفرد. يبقى غلط. وقاء غلط لاني ما ينفعش اقول فبالتالي ما هيبقى غلط برضو. يبقى هنا تبقى الخبر ده يعني ليس سري. نعمر فورتين. عايزوا لي هنا ايه? يعني بمجرد ما اخدت الدواء الدواء خلانا اشعر بتحسن. واحنا اخدنا بعض الصياغ الخاصة بالماضي التان. لما اخدنا في الواحدة العشرة يونتين بعض الصياغ في المبني معلوم والمبني المجهول اللي بتحل محل الماضي التان. لو هنتكلم في المبني معلوم عندنا تلات صياغ. ممكن اجيب الرابط الزمني اجيب بعضه ماضي تان معلوم مع كلمات بسيطة للا جملة العادية بتاعتنا. ممكن اجيب وتصريف تلات على طول. بس خلي بقى لك في الحلقة ديات غالبا الجملة التانية تبدأ بفاعل. ممكن ابدأ بقى نجي فقط ايوة. والتلات نفس المعنى. طب لو هجيب في المجهول. ممكن اقول. خلي بالك بقى. بعد ما السارة بتاعت تم عمل اصلاح لها في الجاراج توقفت. وهي بتستخدم طبعا ايه? بنزين كتير. نفس المعنى لما اقول هافنج بس المرض هقول ايه? بين تصريف تالت. يبقى هافنج يبين ريبيرد ان دا جاراج. ماي كار. الكلام عيد على العربية. السيارة. فالسيارة هنا مفعول. يبقى الجملة التانية غالبا بتبدأ مفعول لما يكون مرد من مجهوم. نفس المعنى. ريبيرد ان دا جاراج. ماي كار ستوب ديوزينج تو ماتش بيترول. فممكن اجيب تصريف تلات فقط. ونفس المعنى برضو. نرجع لسفق البتاعنا. هنا بقول لي هافنج. طب نشوف جملة التانية بقول لك الدواء. يعني جعلني اشعر بتحسن. مين اللي خد الدواء? انا. يبقى لما الدواء تم اخذه يبقى هافنج ايه? هافنج بين تيكن. تمام? لما تم اخذ الدواء. يا دم ابني مجهوم. نوبر ففتين. قبل ما علي. راح كندا في غصف الشتاء. طبعا قبل ما يروح ده الحدث ايه? الحدث تاني. المفروض بيفور بيجوارها ماذا بسيط? والجملة التانية بالرفع عليكم ماضي تام. يبقى هاد. عمره ابدا ما كان شاف اللي ايه? الجليد. نقوم بعمل كتعة الفهم. وانتفقنا ان كتعة الفهم اسهل طريقة او افضل طريقة لحلها. طريقة سكيم اند اسكان. سكيم قراءة عابرة. اسكان في المرة التانية بعد ما اقرأ الاسئلة. بعمل اسكان عشان ادقق ووصل للمعلومات معاينا خاصة بالاسلم. نرى الكطعة? my hobby is reading. اللي هو هي بتاعتها القراءة. I read story story books. انا قرأت. او I read انا بقرأ. كتب قصصية magazines, مجلات, newspapers, and any kind of material that I find interesting. واي نوع من انواع المواد اللي ممكن تبقى بنسبة لتبقى ممتعة وشيق. this hobby got started when I was a little boy. اللي هو هي دي بدأت لما نكن طفل صغير. I wanted my parents to read fairy tales. كنت عايز بابا وماما يقرأوا لي حكايات. And other stories to me وكصص اخرى. Soon they got fed up. بدأوا ميسأمهم. يعني باوزي على باوضيقوا يعني. And they tired of having to read to me continually. وبدأوا ميتعبهم انهم بيقرأوا لي بصورة مستمرة. So as soon as I could I learned to read. فبقدر مستعد تعلمت نقرأ. I started with simple ABC book. بدأت اقرأ كتب ABC. يعني من الأول خلص. بسيطة خالص. Soon I could read simple fairy tales. بدأت اقرأ. كصص او حكايات بسيطة. And other stories وكصص اخرى. Now I read just about anything that is available. باللوقت بقدر اقرأ اي شيء متاح من نسباني. Reading enables me to learn about so many things. القراءة تمكنني ان اتعلم شيء عديدة. That I would otherwise not know. يعني انا كنت ايه مكنتش عرفها قبل كده. I learned about how people lived in bygone days of magic. طبعا اتعلمت. يعني ازاي كانت الناس بتعيش. ازاي ممكن نقول عليه اللي هو الايام الماضية بتاع السحر. اللي هو زمن السحر الماضي يعني. and viruses. الفيروسات الدقيقة جدا. and other fascinating things about our world. واشياء رائعة وخلابة عن العالم بتاعنا. the wonderful thing about reading is that. الشيء افضل شيء. عن القراءة تحتنا هو ايه. I don't have to learn things the hard way. ان انا طبعا مكنتش مضطرة تعلم الاشياء بالطريقة الصعبة. for example على سبيل المسال. I don't have to catch a disease. ما كنتش مضطرة ان اصاب بمرض. to know that it can kill me. عشان اعرف ان المرض ده ممكن يقتلني. I know the danger. so I can avoid it. انا عارف الخاطر عشان كده بيتجنبه. او بستطيعنا نتجنبه. also I don't have to go deep into the jungle. كمان ايضا اما كنتش مضطرة ان ايه. طبعا يعني. go deep into the jungle. يعني اذهب. وتعمق في الاعمق بتاع الاغابات. to learn about the tiger عشان اعرف حاجات عن النمر. I can read all about it in a book. ممكن اقرأ كل حاجات عنه في كتاب. books provide the reader with so much information and facts. الكتب تزود القارئ بمعلومات كتيرة وحقائق. they have certainly helped me in my daily life. ده فعلا ساعدتني في حياتي اليومية. I am better equipped to cope with living. انا دلوقتي بقيت مجهز بشكل افضل ان اتعامل مع المعيشة والحياة اللينا فيها. otherwise I would go about ignorantly learning things the hard way. وإلا كنت ابقى مضطر ان اتعلم الاشياء يعني بقوله ايه? بيجهل بالطرق الصعبة. so I continue to read في السمرات لذلك السمرات في الكراءة. besides بالاضافة الى being more informed ان اصبحت يعني عندي معلومات كتيرة ابو زورت عن العالم. I also spend my time profitably. وبدأت ايه? دائما. انا ايضا. انا ايضا. انا ايضا. انا ايضا. انا ايضا بقضي الوقت بتاعي بصورة مفيدة. it is indeed a good hobby. هي فعلا هواية جيدة. لنجل الاسلال بتاعتنا. the writer has liked reading since. طبعا الكاتب بيحب الكراءة من امتى? احنا قلنا من ساعة ما كان ولد صغير. يبينه since he's a childhood من صدفولته. number two. through reading the person becomes. من خلال الكراءة. الشخص بيصبح ايه? طبعا. knowledgeable. طبعا بيقى على اطلاع بحاجات كتيرة. ومن اهل العلم يعني. number three. it's expected that the world the world's population will in twenty five years. انا مش عارف السؤال ده علاقته ايه بالقطع اصلا? نحس انه جاي غلط. لانه مذكرش كلام ده خلص في القطع. بس سي هنقول double. ان العالم عدده هيتضاعف. خليل يبقى the things that happened in past time. لا اشياء اللي حدثت فين? في الوقت الماضي. number five. the writer began to depend on himself and learned to read because. الكاتب بدأ يعتمد على نفسه. يتعلم يقرأ. ليه? طبعا. his parents were fed up with reading him tales. الولدهم بتوعه بقوم يعني زيههم. فضيهم الكيل يعني من قراءة الحكايات اللي يزيهه يعني. number six. without reading بدون القراءة. the writer would. الكتب كان هي بقى ايه? طبعا. no about the world through hard ways. كان يعرف حاجاتنا عالم بس ايه? بالطرق ايه? او بالطرق الصعبة. انا عارف الطرق السهلة لما قرأ. number seven. the best title to the passage is. افضل عنوان القطع طبعا هي بقى ايه? the advantages of reading. مميزات القراءة. طبعا انا ونكلمش على العيوب عشان كان بنفشع ابرصنا من الكنز. number eight. the underlying the pronoun eight refers to نرجع للقطع بتاعتنا. كان فخر القطع بقول ايه? it is indeed a good hobby هي فعلا وحقا هواية جيدة. ازن بتكلم على الايه? طبعا بيتكلم هنا على reading القراءة. ناخد بعكية ترجمة بفكركم. اول فيديو بتاع محافظة الكهرة. اتكلمنا على الترجمة. وزي نحل ترجمة اختياري بعض النصائح قلناها. ارجع للفيديو ورابط بتاعه موجود في الوصف اسفل الفيديو. لو الترجمة عندك طويلة اسمه اتنين. عشان طبعا ما تهش في الترجمة. واول ما تلاقي حاجة غلط في جملة استبعتها على طول. خليب لك من التشوف الالفاظ والمعاني والحروف. خليب لك من الجزء الخاص بالgrammar. the best way to discipline your children is to help them make better choices. and be encouraging when they make the right choices. هنا اول حاجة بيقول لي. افضل طريقة لتوبيخ اطفالك. استنى بس. the discipline يعني يؤدب. انما التوبيخ دي اسمها ازن ديها غلط. افضل طريقة لتأديب اطفالك هي مساعدتهم. على اتخاذ خيارات افضل. اكم مشجعنا عندما يتخذون الخيارات الصحيحة. اعتقد الاجابة دي اتصح. نشوف دي غلط ليه? عشان ناكد اجابتنا. افضل طريقة لتوبيخ برضو توبيخ ما احنا قلنا بقى كلمة. توبيخ معناها مش هقول هنا اللي هي. افضل طريقة لتأديب اطفالك هي مساعدتهم. في على اتخاذ خيارات افضل. وكن قاسيا. ادي واحدة قاسيا ايه بقى ما ينفعش قاسيا هنا. عندما يتعرضون للخيارات الصعبة يتعرضون. برضو كلمة تتعرضون برضو غلط. وكمان يعني دي كلها تقريبا الجزء ده كله في مشكلة غلط الجزء ده. ده حتى الجملة اللي قبلها كلمة لا يتخذون الخيارات الصحية ده المفروض يتخذون مش لا يتخذون. ازا فعلا اجابتنا ليه طربي. نخبع كده اختار افضل ترجمة انجليزي. تتأثر البيئة بالنشاط البشري لهذا السبب بعد الانسان يعد الانسان مش بعد. يعد الانسان اهم عنصر في الحفاظ على البيئة او تدميرها. اول حاجة هنا اقولك. اعتقد دي صح. هنشوف بي و سي و دي غلط ليه. لتر بي. ده بلا كيف يتأثر بي إذا كلمة هنا غلط. كمان. لتر سي. انفكتد يعني تصب العدوى. لا هنا ما تنفحش. لبع هنا لدي برضو غلط. كمان في الجملة ديت هتلاقي تحت يقولك ايه. 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 يعني يستحق. وعايز يقولك يحافز ومش يستحق. فدي برضو غلط في الجملة. فدي مية في المية غلط. لتر دي. ايه. او كرياتيفتي. فور هي مش كرياتيفتي. دي مفروض اكتيفتي. فدي برضو غلط. كمان نكمل كده. يقولك. isn't the most important element. isn't the most مفروض كان قال لي is. تعمل كده? يعني جملة تتقريبا فيها اخطاء كتير قوي. وفعلا هتلاقي دي غلط. كمان حتى بقولك ايه. ما قولكش ايه. ما قولكش بريزيرفن. كم برضو. ففعلا اجابتنا هتبقى. هي الايجابة الايه. هي الايجابة الصحيح. تمام. نحو بقى كده لأسئلة الخاصة بكينجلير. طبعا انا شايف ان ايدموند الطيب ده يعني بقى مساوي لنا يعني على قدم المساوي بينا. هو قاضي البنوب بتوعنا well today اليوم in battle في المعركة. I think he can call himself equal to you. يعني اعتقد انه ايه. انه ممكن يعني يضع نفسه على قدم المساوي معنا يعني او معك. what does this tell us about Regan. ده بيعرفنا ايه عن Regan. ممكن نقول it tells us that she is ready to use ايدموند to try to take power from Goneril albany. والله اعتقد انه ايه. ده ببينها مستعدة انها تاخد او تستخدم ايدموند يعني عشان تستولع السلطة من من Goneril وزوجها albany. number two. he doesn't want to see his daughter. هو مش عايز شوف بنته. because he was so unkind to her before. لانه كان ايه. كان غير طيب معها من قبل. who is talking about. كانت بيكلم عن ايه. do you think he regrets the decisions he made against his daughter. هل تعتقد ان هو بياندم على القرارات اللي خدها ضد بنته. and why. وليه. هناخد جزء اين من السؤال. لناخد جزء اللي اولا نكتبه هنا عشان المكان مش هيقضي وجزء تنتح. ممكن نقول في الجزء اللي اولا بتاع السؤال. who is kind talking about. he is talking about Lear and Cordelia. طب do you think he regrets. هل تعتقد ان ملك Lear ندم على القرارات اللي خدها ضد بنته. yes. طب ليه. because he finally realizes that. هو ادرك مؤخرا. Cordelia is the one who really loves him the most. ان كوردلية هي اكتر واحدة بتحبه. but he was unkind. لكنه كان ايه. وممكن هنا بقى عشل الفيز زيادة ديت. but he was unkind to her before. لكنه كان غير طيب معها من قبل. نشوف number three. look here is a prize. this man without eyes will make me rich. انظر الجائزة هي. الراجل ده. اللي من غير يعنيه الكفيف يعني يعني خليني غني. what did Oswald mean by this. يا ترى Oswald كان بيقصد مين بكلام ده. ممكن نقول he meant that he found the Golisaur. وبيقصد ان هو وجد Golisaur. he was promised. اصل هو تم مواعده. to get a reward. ان هو يحصل على جائزة. if he killed Golisaur. لهو قتل Golisaur. اخر سؤال عندنا نكتب مقال مية وتمانين كلمة عن ايه? المميزات وعيوب الحياة في الخارج. وزي ما قلت لكم هجمع كل المقالات ديت في ملف واحدة وان شاء الله هوضح لكم على رابط بتاعه على المنتدى بتاع القناة او على او قناة الواتس ااب. يا كده وصلنا الاخر حلات من النهاردة. لو عجبك الفيديو من تساشة اعمل لايك الفيديو وتشارك في القناة وتفعيل الجرس. عشان توصلك للجديوات القادمة ان شاء الله. كان معكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.